ازاي نبدأ في مجال البرمجة? اول حاجة لازم نعرف ان مجال البرمجة مجال واسع جدا مجال كبير جدا وفيه اقسام كتير مختلفة. لو اخترت حاجة غلط الموضوع ده هيأثر على مستقبلك كله. غير كده ان سوق العمل بيتغير بسرعة. انت ممكن تختار طريق. وانت بتحبه كل حاجة. لكن الطريق ده ما يكونش عليه طلب بعد سنتين ثلاثة اربعة. لان التكنولوجيا بتتغير بسرعة جدا. طيب ايه الحل اللي الحاجات دي كلها? اولا انا عشان اعرف ايه الطريق اللي انا بحبه لازم اجرب كل حاجة. ده رقم واحد. ثانيا ان عشان انا اضمن ان انا لو التكنولوجيا تغيرت اعرف اشتغل لازم الحاجة اللي انا اخترتها دي تقدر تشتغل باكتر من طريقة. او بيكون من ضمنها حاجات كتير. بحيث لو حاجة راحت التانية تبقى شغالة. لو فيه تكنولوجيا منها تغيرت او محدش بقى بيستخدمها يبقى فيه حاجات تانية الناس بتستخدمها. احنا في جمالتك بنتعلم مع بعض كل الحاجات دي. بعد كده انت بتتخصص في حاجة واحدة منهم عايز تشتغل فيها طول حياتك. طب ليه نتعلم كل ده؟ ما نتعلم حاجة واحدة اللي هي بتجيب فلوس كتير وخلاص. ده السؤال اللي بيسأله كل الناس اللي ما تعلمتش كويس. اللي ما تعلم كويس عارف ان ما فيش حاجة واحدة محددة لو احنا تعلمناها حنكسب فلوس كتير. اللي بيحصل اللي بيحصل في السوق ان فيه حاجات معينة بيبقى ما فيش ناس كتير عارفها. الحاجة دي بيبقى عليها طلب كبير وعدد المبرمجين اللي بيشت تشغلوها شوية صغارين. ففي الوقت ده في الفترة دي بيبقى سعارها غالي جدا. ليه عشان ما فيش ناس. فالشركات دي ترفع المرتبات. ترفع المرتبات عشان عايزين حد يجي يشتغل عندهم. الناس العادية اللي مش متعلمة كويس بتعمل ايه؟ بقول بس خلاص دي مرتبة عالي احنا هنتعلمها. فدول كم واحد دول كتير قوي. لو مثلا قلنا السوق في عشر وظايف مبرمج اندرويد. واحنا ما عندناش في السوق غير اتنين بس هم اللي بيعرفوا برمجة الاندرويد. ده طبعا مجرد مثال. عشان محدش يقولي اتنين وعشرة والكلام ده. ده مجرد مثال. انا عندي عشر وظايف اندرويد يعني عشر شركات محتاجين عشر مبرمجين. لكن محدش يعرف الاندرويد دلوقتي غير اتنين بس. الشركة اللي هتعرف تشغل الاتنين دول هي دي الشركة الوحيدة اللي هتعرف تكسب من الاندرويد. يعني بيت الشركات ما عندهاش مبرمجين. فإن اللي هيحصل? الشركات كلها او العشر شركات حيتنفسوا عشان يشغلوا الاتنين دول. فشركة تقول مرتب الاندرويد بع تلاف جنيه. تاني يقول لا تب بخمستاشر. تاني يقول تب بعشرين. ويفضل مرتب يزيد عشان الناس دول تختار اكتر شركة بتجيب فلوس. لان ده معظم الناس بتفكر كده. انا هروح اشتغل في الحاجة اللي بتجيب فلوس كتير. وحتلاقي اعلانات في الجرائد عايزين مبرمج اندرويد بعشرين الف جنيه بتلاتين الف جنيه باربعين الف جنيه زي ما يقعد يطلع. بس خد بالك هم كلهم عشر وظايف بس. وعندنا اتنين. طيب اللي اتنين دول هيشتغلوا وحيقبضوا كويس وكل حاجة تمام. ايه اللي هيحصل? كل الشباب بقى التانيين هيقولوا ايه ايه ده? ده الاندرويد باربعين الف جنيه? تب مرتب كبير جدا. كلنا هنتعلم اندرويد. يبقى في عندي ميت واحد يتعلموا اندرويد عشان هم عايزين فلوس. فالمية هيتعلموا اندرويد يروح يشتغلوا. الشركات اللي هي ايه ده? طب احنا احنا عندنا عشر وظايف بس. وفي مية عايزين يشتغلوا. لا احنا هننزل بقى المرتبات هنخليها الف جنيه بس. واللي مش عاجبه ما يجيش. هتلاقي ناس ترضى لانا فيش شغل. فالحاجة اللي بتجيب فلوس كتير قوي النهاردة مش هتجيب فلوس كتير بكرة. لان النهاردة حاجة مؤقتة. لحد ما ناس كتير تتعلمها. وبعد كده مش هتجيب فلوسية كلها سنة او سنتين. فانت في جمالتك انت متعلم كل ده. الاندرويد بيجيب فلوس كتير حعرف اشتغل فيه. والله الاندرويد ما بقاش يجيب همه. بس الاي او اس شغال حعرف اشتغل فيه. الاي او اس ما بقاش يجيب همه. الويب سايت شغال حعرف اشتغل ويب ديفوليبر. فانا سوقي مش هيقف. الناس كلها ممكن السوق بتاعهم يقف. لكن انا سوقي مش هيقف. تعالوا نفتح جوجل مع بعض. ونكتب اندرويد. كرنل. بروغرامنج. لانجوز. الكرنل ده. الكرنل ده اساس الابريتنج سيستم. طب ايه هو سيستم. دلوقتي انا لما اشتري جهاز اندرويد. انا بشتري الجهاز فاضي. مفيش عليه ابليكيشنز. لسه مفيش الواتساب مش موجود. الفيسبوك مش موجود. الحاجات دي لسه مش موجودة انا بعملها داونلود. بس انا لما بفتح الجهاز بيفتح. في حاجات في زرايا بتفتح. الحاجات البرمجة اللي موجودة على الجهاز ده. وهو جاي جديد. البرمجة دي اسمها operating system. ده البرمجة اللي بتخلي الجهاز يفتح. اساس الاندرويد او اساس اي operating system اسمه كرنل. عشان كده انا عايز اقوله اساس الاندرويد ده اللي هو الجهاز من غير الاندرويد ده حتة حديدة ما بيفتحش. فالاندرويد ده اللي بيخليه يفتح. الاساس بقى ده معمول بايه? هنلاقي هنا written in في جابا اليو اي اللي هو الشكل اللي برا. بس الكور بقى الاساس بتاعه معمول بالسي. هو مكتوب جنبه كلمة كور. وفيه سي بلاس بلاس. وشوية حاجات تانية. بس الكور الحتة الاساسية في الاندرويد معمولة بالسي. طيب تعالى نشيل كلمة اندرويد ونعمل هنا اي او اس اللي هو الايفون. الاي او اس الكيرنل بتاعه ايه? هنلاقي هنا. written in c. وفيه حاجة تانية اسمها assembly. بس اكتر حاجة بالسي. طيب تعالى نشيل الاي او اس. تعالى نكتب مثلا الويندوز. ماك كومبيوترز ار اولسو باورد باي سي. الماك معمول بالسي. والاو اس اكس الكيرنل مكتوب بالسي. انا عايز الويندوز. هنا what languages are windows mac os and linux written in. هتلاقي مكتوب هنا دعا نفتح اللينك ده في stack overflow. الاجابة اللي عليها صح. بتقول الويندوز مكتوب بالسي بلاس بلاس. والكيرنل بتاعه بالسي. والماك مكتوب بالوبجيكتف سي. بس الكيرنل معمول بالسي. وبعدين اللينكس. اكتر الحاجات معمولة بالسي. ليه? يعني ايه الكلام ده? كل حاجة معمولة بالسي. انا عايز اقول لك ان اكتر لغة مشهورة دلوقتي الناس بتحاول بتعلمها اللي هي البايفون معمولة بالسي برضو. تعالي نكتب كده. programming language. used to make بايفون. في هنا اسألة كده. what coding language used في البايفون? هتلاقي هنا ايه? implementation is written in C. وبيسموها سي بايفون. حتى البايفون معمول بالسي. كل الحاجات القوية اللي المبرجين بيشتغلوا عليها. والسيستمز اللي الاجهزة كلها بتشتغل عليها معمولة بالسي. انا في جمالتك بتعلم كل حاجة. مفيش وظيفة في مجال البرمجة ما تعرفش تشتغلها. احنا ليه بنتعلم سي? كبداية عشان السي ده هو الاساس اللي تتبنى عليه كل حاجة. انا عايزك في جمالتك تتخرج وانت قادر على انك تشتغل في اي وظيفة لها علاقة بالبرمجة.